نعمل ايه بقى عشان نتخلص من ده؟ هقولكم شوية اجراءات بسيطة جدا جدا نبتديها مع اولادنا عشان نوصل الى فكرة ان احنا نخرجهم من انهم يتربوا على انهم الافضل اول اجراء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا لما قال لنا صلى الله عليه وسلم قيمة الرمان وبيما يحسن علموا اولادكم ان هما دايما يكونوا عندهم مهارة وعندهم حاجة بيحسنوها ويكتشفوا جمال ربنا فيهم وان قيمة الانسان بما يقدمه من قيمة يبقى اذا مش قيمتك بتميزك قيمتك بالقيم اللي انت بتحملها وما تقدمه من قيم وقيمتك بالجمال فاحنا محتاجين نربي اولادنا بشكل واضح على قيمة الاتقان والاحسان مش الافضلية مش ما يبقاش الاتقان والاحسان من اجل التمايز ولكن من اجل الجمال ومن اجل الرحمة ومن اجل الخير وفي فرق كبير ما بين التمايز اللي بيجعل الإنسان في بعض الأحيان يكتب ويمثل عشان يوصل ومن بين المتقن الصادق ولزيك ليس الطريق الأهل اللي يقولوا ليس الطريق لمن سبق ولكن الطريقة لمن صادق بلاش وانتوا بتربوا عيالكم بتربوا أولادكم والرب أولادنا بتربوهم على ان هم يحبوا انه دايما يبقى هو الظاهر في الصورة بس ويبقى هو اللي ما للشاشة وهو المسيطع على الحوار لكن خلوكم يعيشوا مع بعض التعامل المشترك ويعيشوا مع بعض لزة ان الحياة واسعة هنا الأولاد هايبقوا فاهمين كده بشكل كويس تعالوا نشوف إجراء تاني مهم جدا 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 عشان نربي أولادنا عليه لازم نربي أولادنا على انهم مش مهددين ونربيهم على انهم غاليين عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن ليس معنا انه غالي انه الوحد والغالي كل البشر غاليين عند ربنا سبحانه وتعالى ولذلك ربنا بيرزق الكل فالكل البشر عبيد بينظر إيهم الله سبحانه وتعالى وهم كل البشر من يلين بالنعم فايه كونك انت عندك نعم انت مش محتاج لا تكعب لحد ولا تدوس على حد ولا تقزي حد آخر حاجة لازم نعلم أولادنا احنا واحنا بنعلمهم عشان يفضلوا عايشين في هذه المسألة ان الحياة أوسع بكتير جدا 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 من رؤيته الضيق ويشوف وسع الحياة دي لما يشوفها بوسع النعم اللي عنده وعند الآخرين وساعتها هيقدر يحب الجمال ان الله سبحانه وتعالى يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنوا لازم نساعد أولادنا انهم يكتشفوا مهاراتهم زي ما قولنا ولازم كمان تاني اجراء لازم نخليهم كمان يستثمروا المهارات دي وتاني اجراء انهم كل ما ينجحوا يقولوا الحمد لله على التوفيق آخر اجراء علموا أولادكم انهم يتعلموا من كل شخص بيقابلوه ويا سلام لو كل واحد كتب شيء يتعلمه من حد كل يوم لما نعيش أولادنا في هذا الحال أولادنا يعيشوا ممتلئين ما عندهمش فراغات في نفسيتهم ما عندهمش عيوب ما عندهمش أوجاع ما عندهمش انتقام من حد ولا عندهم صراع لازم يعيشوا فيه لكن يعيشوا آمينين احنا قاعدين نشوف بشر نزع بشر صورتهم بشر لكن هم وحوش السبب في ده ان هم عاشوا على فكرة الأفضلية عاشوا على فكرة أنا خير منه عاشوا على فكرة شعب الله المختار عايزين أولادنا عشان ما يتحولوش إلى وحوش سواء علينا أو على اللي حواليهم يعيشوا ان قيمة المرء بما يحسنه مش قيمة المرء بانه هو أفضل من مين اشتركوا في القناة